أكد صاحب السموم الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بأن تطورات الأوضاع في المنطقة تتطلب تعاملا خاصا فيما يتعلق بأليات التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي منويا سموه بما تمثله اللقاءات والاجتماعات على كافة المستويات الدولة من أمية في هذه المرحلة الدقيقة لبلورة الأفكار والخروج برؤى تكفل التعامل الأمثل مع التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة في شقيها الأمني والاقتصادي مشددا سموه على أهمية هذه اللقاءات في توحيد كلمة العرب وتعزيز القدرة على التصدي للأخطار التي تحدق بالأمة العربية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الكضبية صباح اليوم عددا من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وعددا من المسؤولين ورجال الأعمال وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي على عمق ومتانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور في المجالات المختلفة مشيرا سموه إلى الحرص على تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات منوها سموه بالدعم والمساندة التي تحظى بها مملكة البحرين من دولة الكويت الشقيقة على كافة الصعود وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي حيث أشهد سموه بما تزخر به مملكة البحرين من شخصيات تركت بصمات بارزة في مسيرة العمل الوطني وغدت اليوم مرجعا للتاريخ الوطني وللاحداث والتجارب التي مرت بها مملكة البحرين على كافة الصعود وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التاريخ الوطني زاخر بالحقب المضيئة التي سطرها شعب البحرين وأن جيل الغد سيذكر لرجال اليوم قدموه من تضحيات ومواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على وحدته وتماسكه ترجمة نانسي قنقر